اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الجدي من يوم 22-12-2019 لغاية 2021 عطارد في برج الجدي لغاية مساء يوم 16 و بعدها ينتقل للدلو الزهرة في الدلو و ينتقل مساء يوم 13 للحوت المريخ في العقرب و ينتقل ظهر يوم 31 بعدها للقوس المشتري في الجدي و زحل في الجدي أورانوس مازال بيتراجع في عملية تراجع في برج الثور لغاية فجر يوم 11 نبتم في برج الحوت و بلوتو في برج الجدي بالنسبة للزوايا الخطرة أو المؤثرة خلال هذا الشهر اللي بتبلش طبعاً قبل بثلاث أيام من تكوينها و في زوايا راح تتأثر قبل تقريباً بأسبوعين أو ثلاثة يعني آثارها بلشت تتبين و في أشياء بلشت آثارها تبين من خلال نهاية شهر 12 أو منتصف شهر 12 الزوايا هاي عنا يوم 12 واحد يقترن عطارد مع زحل و مع بلوتو و كوكب زحل راح يقترن برضو مع كوكب بلوتو يوم 13 واحد راح تقترن الشمس مع بلوتو و مع زحل يوم 23 تربيع الشمس مع أورانوس يوم 28 تربيع المريخ مع نبتون طبعاً إحنا حكينا الشمس إلهب القيادات و إلهب الجيش إلهب الحكومات بأصحاب القرار أورانوس إلو علاقة بالانقلابات إلو علاقة بالثورات إلو علاقة بالإغتيلات إلو علاقة بالأشياء المفاجئة بلوتو الكوكب اللي بيقلب كل شيء رأس على عقب في لحظة زحل المعلم الصارم المريخ اللي راح يكون موجود طبعاً في برج ناري وهو تكوينه النار إلهب الحروب وإلهب النار وإلهب الأشياء اللي مش سهلة طبعاً تكوين الكواكب هاي بما أنه أغلبها راح تكون موجودة بالجدي والجدي معروف عنه وبداية موسم الشتاء فرح تكون التأثيرات يعني والله أعلم إلهاي علاقة بالطبيعة نشوف الطبيعة إيش راح تعمل في خلال الفترة هاي ممكن أمطار ممكن ثلوج ممكن أعاصير بس عصير ما مش بتخوف يعني عصير إنها بدأتشي لبلاد يعني ممكن إيش العلاقة بالنار بما أنه المريخ بلوتو أورانوس والمريخ برضو إلهم بالقيادات العسكرية يعني بدنا نشوف إحنا خلال فترة آخر عشر أيام من الشهر هاد إيش الآثار اللي ممكن تصير أو الأحداث اللي ممكن تصير وبعدها منشرحها إحنا ومنشوف إيش الأشياء اللي صارت ما بدي أعلق على أي شيء ما بدي أتنبأ بأي شيء وما بدي أتوقع بأي شيء خلي الأمور ماشي على تسهيل المولد بالنسبة لموقع الشمس بتركم العمل عندكم وبدكوا تنتبهوا لصحتكم بما أنه الشمس موجود في البيت السادس يعني هاي الفترة مش بطالة بس ما رح يكون فيها معجزات وما رح يكون فيها مشاكل كبيرة ممكن الشيء الوحيد اللي بيطلب اهتمام هو الصحة لأنه طاقتك ضعيفة يعني هذا الإشي اللي بضعف هاي الأمور ممكن موقع الزهرة شوي يلطف عليك وبعض التوترات يعني بنقدر نقول أنه الوضع متقلب بالعموم ومتناقض مرة معك ومرة عليك إنجز عملك وما تهمل فيه وما تستخف بالمطلوب منك وسر نجاحك هذا شهر الدقة والتنظيم واحترام المواعيد لو حد حاول يستفزك خليك أنت المنيح كعادتك سامح ومشي الأمور فيه نوع من أنواع الإرهاق بسبب لك نوع من أنواع ضغوط المفاجئة أو خصم أو منافسة ممكن يكون صديق قديم يلعب على وطر عائلي معين لإحداث إرباكات أو مشاكل صحية بعد عشرين الشهر الشمس رح تكون مقابلك الفترة رح تكون سلبيه فعشان هيك عندك عمل إنجزه وحاول أنك أنت تستعد للفترة القادمة رح تحمل مواجهات وخصومات أو توتر مع شخص أو مع جهة معينة أمشي ما تخالف القوانين والتعليمات أو أنك أنت تتدخل في شؤون الآخرين إذا عرفت تحمي علاقاتك مع حبيبك الحظ بوعدك في أمور ممتازة وممكن إذا كنت عزابي يعني يمر لك عريس من هون أو يتمر لك عروس من هون وتكون أمورك إن شاء الله بالاتجاه الصحيح أما إذا كبرت الخلافات ممكن تخسر الشريك وهاي مشكلة هذا الحكم نحكي إحما ما بعد عشرين الشهر يعني أهم إشي يكون دبلوماسي حسب عادتك التعامل مع الآخرين ولا سيما مع الأهل والأحباء بالنسبة لوضع العمل والمال يعني الشمس وجودها في البيت السادس يعني هذا بعطيك شوية حب للعمل في الفترة القادمة وبتبدو الجهد ما بتتكافأ عليه ولازم تعمل نوع من أنواع التغيير على مستوى المهن المستوى العملي يعني بدك تجدد أسلوبك دوامك تبتكر أشياء أو تعمل أشياء جديدة على أساس أنها تكون ملفة للانتباه اللي يجيك من وراها خير كثير فيه نوع من أنواع المخاوف الوهمية عليك أنك أنت تتجنب الإنغلاق على نفسك في الخترة القادمة وتحاول أنك تجتمع بالأصدقاء خصوصا الناس اللي بتثق فيهم عطارد يعني شوي بدعمك وبيعملك العمل هيك فيه نوع من أنواع المتعة وبتزيد حيويتك وصحتك لكن بدك تدير بالك أنه فيه أوقات عطارد هاد ممكن يكون شوي هيك منتحس أو عامل زوايا مش كويسة بدك تدير بالك مع رفقائك في العمل ما تحاول تعصب عليهم ما تحاول تزعل منهم واحذر من الغلطات اللي ممكن تيجي أو تنتجي عن طريق عدم الانتباه عن مستوى العائلة والعلاقات الاجتماعية والزوجية هاي فترة مناسبة وحلوة بالنسبة للسعادة الزوجية تحسين العلاقة مع الشركاء فيه وقت مناسب برضو للزواج أو عقد قران أو اتفاقية على زواجه بيزيد تأثيرك وسلطتك في الوسط العائلة بيزيد حبك للحياء وعزمك يعني الوضع إجمالا عاطفيا بيكون فيه نوع من أنواع المودة بتساعدك وبتخفف عليك شوي بالفترة هاي لأنه الفترة هاي شوي بلشنا احنا بالفترات يعني في فترة صعبة من السنة وكل سنة في هذا الوقت هيك بتكون الأمور فإن شاء الله أنه الأمور بتمشي على خير بس بدك تدير بالك شوي عصبيتك إذا طلعت بدك تنتبه من العنف ومن سوق المعاملة وخليك لبق كعابتك في طريقة تحل الأمور والمشاكل الخصوصا العائلية في عندك كثير نشاطات اجتماعية هذا الشهر هذا الإشي ممكن شوي يخفف عليك اللعب وبيوطد العلاقة خصوصا العلاقة العائلية بينك وبين أهلك وأهل بيتك وهذا الإشي بيكون لصالحك بالنسبة لتأثيرات الكواكب هذا الشهر المريخ بيحكي لك أضبط أعصابك أثناء التعامل مع أحباك المشتري يعني بيدعمك في العمل واللي بيعمل بينجح في تعزيز علاقته مع زملائه وممكن يبدأ علاقة غرامية في مجال العمل زحل بيضغط في علاقتك مع بعض الزملاء في العمل وبتكون صحتك بحاجة للرعاية أكثر أورانوس بيركز على موليد من 24 إلى 31 سبعة تأثيره على هاي المنطقة بالذات على هدول المجموعة عشان هيك بتحصل مفاجأة لهدول الموليد في طبيعة عملهم ومركزهم الاجتماعي وعلاقتهم مع المسؤولين ممكن يحصلوا على مفاجأة سريعة ممكن مال مصدر شراكي أو تعويض أو استرجاع من ضريبة أو تأمين بلوتو بيركز على الصحة والعمل طبعا سلبي فعشان هيك بتكونوا منتبهين على الصحة وعلى العمل نبتون بيركز على شراكي مالي سواء كانت تركي أو ميراث أو تعويض ممكن يجيبلكوا من هاي الأبواب أموال وفي النهاية الله أعلم نحن بنتوقع إن شاء الله كل السلبي ما يصير ولكن بدكوا تنتبهوا برضو الوقاية خير من قنطار علاج يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم أستغفرك وأتوب إليك سلام أستغفرك وأتوب إليك سلام